فلادلين تتارسكي مراسل عسكري روسي ومدوين معروف فقد حياته في تفجير أحد المقاهي في مدينة سان بيترسبرغ الروسية حسب وزارة الداخلية لم تتبنى حتى الآن أي جهة مسؤولية الانفجار كما لم تقدم السلطات أي تفاصيل عما قالت إن سببه هو قنبلة كانت بحوزة أحد رواد المقهى لكن مقاطع ما قبل لحظات من التفجير أظهر تتارسكي وهو يحمل تمثالا صغيرا قدم له من أحد رواد المقهى يبدو بأنها هي تلك القنبلة التي تسببت بالحادثة بحسب وسائل إعلام روسية مصدر في قوات الأمن لوكال التاس قال بأن قوة العبوة الناسفة تجاوزت 200 جرام من مادة تي انتي وبحسب منظم الحدث داخل المقهى فإن الإجراءات الأمنية الضعيفة سمحت بوقوع التفجير لكن السر يكمن في خفايا المقهى المتضرر من التفجير فهو مقهى تعود ملكيته لقائد مجموعة فاغنر العسكرية الروسية حسب إعلام روسي والأبرز شخصية الصحفي المستهدف فمقاطع فيديو سابقة للمراسل الحربي المقتول يظهر فيها وهو يردد عبارات تحريضية تشير إلى أنه مؤيد للعملية العسكرية الروسية إلا أنه ينتقد استراتيجية الجنرالات في وزارة الدفاع كما يفعل قائده مؤسس فاغنر سنهزم الجميع وسنقتل الجميع وسنسلب كل من يحتاج إلى السرقة وسيكون كل شيء كما نحب تفجير مقهى سان بيترسبرغ يعد ثانية أهم حادثة بعد سابقة لها العام الماضي أودت بحياة داريا دوغينا ابنة أليكساندر دوغين الفيلسوف الروسي المقرب من الرئيس بوتين في انفجار سيارة يشتبه بأنها كانت ملغمة روان حمزة العربية